رغم انتهاكاتها وتصرفاتها الاستفزازية وما أكثرها في سوريا واليونان وليبيا وأقليم أردساخ وغيرها من مناطق العالم تحاول أنقر إبرام صفقة محتملة مع الولايات المتحدة لشراء طائرات حربية من طراز F-16 والتي كانت إحدى أهم الأدوات في تهجير ملايين السوريين من الشمال السوري خلال السنوات الخمسة الفائتة مصادر مطلعة قالت إن عدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أخطرت الكونغرس بأنها تعد لصفقة محتملة لبيع مقاتلات F-16 لتركيا بحسب وكالة رويترز المصادر أوضحت أن الخارجية الأمريكية أرسلت الإختار غير الرسمي إلى الكونغرس يوم الخميس لتبدأ عملية تسمى المراجعة المتدرجة المتمثلة في إبلاغ اللجان العليا التي تشرف على مبيعات الأسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب بنيتها المضية قدما في الصفقة المقترحة صحيفة Wall Street Journal من جانبها نقلت عن أحد المسؤولين الأمريكيين أن الصفقة تشمل أيضا أكثر من 900 صاروخ جوجو و800 قنبلة بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار لكن بشرط موافقة تركيا على انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي الناتو الصحيفة أشارت إلى أن الإختار المرسل للكونغرس يتزامن مع استعداد وزير الخارجية التركي مولود شاويش أغلو لزيارة واشنطن الأربعاء المقبل لإجراء محادثات تتخللها مشكلات كبيرة بين الحلفين بالناتو خاصة فيما يتعلق بالأزمة السورية وصفقات السلاح بين أنقرة وموسكو إدارة بايدن قالت إنها تؤيد الصفقة وإنها تتواصل مع الكونغرس بشكل غير رسمي منذ شهور لنيل موافقة النواب لكنها لم تتمكن حتى الآن من الحصول على الضوء الأخضر لكن السيناتور الديمقراطي بوب مينيندز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي أعلن مرارا معارضته للصفقة بسبب استمرار رجب أردوغان بتجاهل حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية والانخراط في سلوك يزعزع استقرار تركيا ويناوي دولا مجاورة من أعضاء الناتو على حد قوله واستنادا إلى هذه المعطيات شكك مسؤول أمريكي كبير في إتمام الصفقة بسبب اعتراض منيندز الذي قال إنه لن يوافق ما لم يتوقف أردوغان عن تهديداته ويتصرف كحليف موثوق وهما تفتقده أنقرة أقله في الوقت الراهن